اشتركوا في القناة كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة ايدكو التجارية ومحافظة البحيرة وموجه اول محاسبة سابقة مرحبا بكم ابنائي وبناتي طلبة الصف الثاني التجاري نظام الجدارات مهنة فني مبيعات وحدة التسعير شرحنا حصتين والحصة التالتة حلنا فيها مرفق رقم واحد من دليل المعلم النهاردة هنتكلم ونحل معكم مرفق اتنين من اين من دليل المعلم على وحدة ايه التسعير اللي هي تبع مهنة ايه فني مبيعات ايبا فني مبيعات الصف الثاني جدارات ترم اول وحدة التسعير مرفق اتنين اختبار تحريري لتحديد اسعار المنتجات قبل وبعد الخصمة فعلى بركة الله يلا بسم الله السؤال الاول اختر الكلمة المناسبة وضعها مكان النقط فيما يلي هتكتب لك من الخصم التجاري سياسات التسعير المتغير والخصم النقدي تمام هنقرأ العبارة ونختار الكلمة المناسبة بولي واحد نقط يهدف الى تشجيع العملاء على سرعة الله فاكرين الخصم النقدي اللي هو الخصم الفوري اللي هو الخصم السريع اللي هو الخصم المعلق على شرط كل ده يهدف الى تشجيع العملاء على سرعة سداد السمن المشتريات خلال المدة المحددة لمنتجاتها دي اسمها الخصم النقدي ايبا الخصم النقدي واحد اتنين نقط ماشي بمعنى او يعني عدم تحديد اسعار محددة للمنتجات بمعنى عدم تحديد اسعار محددة للمنتجات اه لا انها بتتغير من فترة لفترة ومن مكان لمكان ايبا سياسات التسعير المتغير اتنين بمعنى عدم تحديد اسعار محددة للمنتجات تلاتة يمنح للوسطاء بنسب معينة من سعر البيع ده اللي هو ايه الخصم التجاري ايبا اللي بيمنح للوسطاء بنسب معينة من سعر البيع الخصم التجاري طيب السؤال التاني ضع المصطلح المناسب لكل عبارة من العبارات التالية ضع المصطلح التعريف واحد تقوم المنشأة بتحديد سعر منخفض اول ما تلاها منخفض اقول اخترق اخترق السوق على طول تحديد سعر منخفض للمنتج الجديد بهدف تحقيق اكبر حجم وممكن من المبيعات اسمه التسعير لاختراق السوق بيهدف الى تشجيع المشتري على الشراء بص الكيميات الجاي بكميات كميات كميات طول خصم الكمية بيهدف الى تشجيع المشتري على الشراء بكميات اكبر خصم الكمية طيب شوف التسعير النفسي بقى حكايته ايه في سياسة التسعير النفسي تمام كده يتم فيها تحديد الاصعاء على اساس كسري اهو لان قلتها زي ايه 99 و99 من 100 99 جي 99 ايه قرش يعني 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 قرش واحد ده الكسري طيب ده اسمه التسعير النفسي السؤال الثالث ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطأ في كل مما يلي واحد تبقى لسياسة قاشت بالقافي او كاشت يطلع فوق قاشت او كاشت سعر مرتفع على طول تبقى لسياسة كاشت السوق تقوم المنشاة بوضع سعر مرتفع ثم ينخفض السعر تدريجيا العبارة صحيحة به من طرق التسعير على اساس الطلب رصد اسعار المنافسي ووضع اسعار تتناسم معها منين ده طلب وعرض الوقوع وعرض وطلب بتاعت السوق ومنين ده المنافسي لا انت لو كنت قلتي لي المنافسة كنت لقولك صح يبقى ورا دي غلط جيم تأخذ السياسات السعرية عدة اشكال تأخذ السياسات السعرية عدة اشكال منها على اساس زمني او مكاني اقوله صح طيب نجي بقى نشوف تطبيق عملي تمرين كده رياضي بسيط خالص ونشوف هنحله ازاي السؤال الرابع استركزوا معي خلاص عشان الحل على ظهر الورقة قامت منشاة زيزو التجارية ببيع عدد خمسة ماكين التصوير خمس مكانات تصوير بسعر الواحدة كثلاث تلف جنيه اول حاجة لو قلتلك ثمن البضاعة هتلي ثمن البضاعة تقول لي هنضرب خمسة في ثلاث تلاف العدد في السعر صح خمسة في ثلاث تلاف وخمستاشر ألف ادول حاجة اللي هو ثمن البضاعة طيب عاتهم لمين لمحلات المحمدي للتصوير وقد وتم الاتفاق على منح خص بنسبة خمسة في المية اذا تم السادات خلال شهر من تاريخه آه خلال شهر يعني حديد لي مهلة مدة يبدأ خصم نقدي طيب يتحس في النهاردة لا لأنه مش خصم تجاري ده لما يجي يدفع خلاص لما المحلات المحمدي دي يجي تدفع اهو وتم الاتفاق على معنى خصم نسبة 5% اذا تم السادات خلال شهر من تاريخ المطلوب ماشي ألف حساب ثمن البضاعة حسبناه قلنا خمسة في ثلاث تلاف بخمستاشر ألف ب حساب قيمة الخص اذا تم السادات خلال المهلة جميل حيسدد خلال المهلة ايوه حنشوف انا كنت بيعلو بخمستاشر ألف بالتفاقين على بخمسة في المية جميل يبقى هنضرب خمستاشر ألف في خمسة على مية هتطلع مثلا سبعمية وخمسين جيني جميل كده حل السبعمية وخمسين هينطرحهم الخمستاشر ألف يبقى محلات المحمدي مطلوب منها تدفع 14 ألف ميتين وخمسين افهم معايا كده اه حساب قيمة الخصم اذا تم السداد خلال المهلة يبقى 15 ألف في خمسة على مية ماشي عاملة كام 15 في خمسة بسبعمية وخمسين سبعمية وخمسين جيد قيمة الخصم النقدي اللي هو الخصم الفوري أو السريع تمام طيب هتديجي محلات المحمدي تسدد هنقول 15 ألف نقص سبعمية وخمسين يبقى 14 ألف ميتين وخمسين يقول لي جيم حساب قيمة البضاعة اذا تم السداد بعد انتهاء المهلة عدت المهلة يبقى حيدفع المبلغ العليب الكامل يبقى بعد انتهاء المهلة مش هيستفيد بالخصم النقدي يبقى حيدفع 15 ألف كاملي هنا طيب تعال شو بقى دال دي بقى حالة تانية دال دي بفرض أن المنشأة أعلنت عن منح خصم 10 في المية 10 إيه في المية إذا زاد مبلغ البيع عن 12 ألف جنيه آه ده اللي هو خصم الكمية بتقول إيه إيه اللي هيشتري مني فوق الـ 12 ألف جنيه هنديله خصم 10 في المية تمام فوق الكاء أهو بفرض أن المنشأة أعلنت عن منح خصم 10 في المية إذا زاد مبلغ البيع عن 12 ألف جنيه المطلوب نوع الخصم إيه نقول لك خصم كمية لأن انت محدد لي مبلغ هو طب قيمة الخصم هنقول لك 12 ألف في 10 عالمية التمرين معكم كامل ونقشته معاكم تعالوا بقى نشوف على ظهر الورقة الحل والخطوات تابعوا معنا يلا بينا نكمل حل السؤال الرابع عملها خلاص الخطوات اللي أنا قلتها خطوة خطوة ألف ثمن البضاعة هذه الخمس مكانة تصوير في 3 تلف و15 ألف جنيه هذه ألف ثمن البضاعة و15 شهر بقيمة القصب إذا تم السداد خلال المهلة تسوي 15 ألف في 5 عالمية ب750 جنيه ده قيمة القصب طب المبلغ المسدد ماشي ده من عند أنا المبلغ المسدد إذا تم السداد خلال المهلة حتسوي 15 ألف ناقص 750 تسوي 14 250 جنيه جميل طي جي قيمة البضاعة إذا تم السداد بعد انتهاء المهلة حيسدد المبلغ كاملة 15 ألف جنيه بدون الاستفادة من الخصم نجي ده ده للولو جزء الثاني بالتمرين كنت بتقول لي نوع الخصم كمية طب قيمة الخصم كام 15 ألف في 10 عالمية ب1500 جنيه بكده يكون أنهينا الجزء بتاع وحدة التسعير شرحناه في حصتين وحلين عليه مرفقين أسئلة نظري وتمرين عملي كان معكم الأستاذ حسن حسن بن رمو كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إدكو التجارية محافظة البحيرة وموجه أول محاسبة سابقة نترككم فيه معي تلا وأمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر